خذ ما يكفيك فإنها مجانا لوجه الله بهذه العبارة افتتحت السوق الخيرية في ناحية بوهرز جنوب المحافظة من قبل مجموعة من الشباب المتطوعين للأعمال الخيرية لا سيما أن هذه المبادرة لا ترتبط بأي جهة سياسية أو حزبية فهي من الخيرين للفقراء الفضل الله احنا هذا الموسم الثاني الموسم الأول كان بها 14 سوق مجاني توزعت أكثر من 12 قطعة ملابس وهذا الموسم الثاني هذا السوق الرابع طبعا احنا شباب متطوعين متابعين لأي جهة سياسية وأي جهة كانت متابعين لأي أحد دعمنا هو من الناس أهل الخير ومن الناس اللي الله مفضل عليها الحمد لله احنا بهذا الموسم صار عندنا تقريبا 3000 قطعة ملابس توزعت ويأمالات اليوم هذا السوق المجاني اللي استهدفنا به العوائل متعففة مع قرب شهر رمضان المبارك ان شاء الله أدنا مبادرات أخرى اللي هي سلات رمضانية وكسوة العيد وغيرها هواي شغلات مبادرة كانت بادرة أمل وفرحة للعوائل الفقيرة التي تعاني الفقر والعوز وضنك العيش أطفال ونساء ورجال يلتقطون ما يكفيهم من الملابس لسد حاجتهم بسبب ظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها والله يبارك الله بيكم ورحمة الله والديكم الناس تعبان وفقرة ومعتهم للأمانة ونسكر كل واحد يسعي لهذا الجود ولهذا البذل قبل شهر رمضان والناس يعني تعبان عوالي هو يعني تعبان للأمانة القادم أحسن يعني إن شاء الله بلكت على مواد يعني عم ناس فقرة واليوم فرحة فرحة شبيرة وتشير لحصائيات الارتفاع نسب البطالة في ديالة لتأتي بالمرتبة الثالثة على مستوى العراق ما يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا لدعم العوائل الفقيرة والمحتاجة وتبقى هذه الأسواق ملاذا آمنا للعائلات الفقيرة في المحافظة اشتركوا في القناة